أعلن الأمين العام لمنظمة الدول الأمريكية أنه لا ينبغي استبعاد التدخل العسكري في فنزويلا لإسقاط حكومة نيكولاس مادورو المسؤولة عن الأزمة الاقتصادية والإنسانية والهجرة الخطيرة التي تشهدها البلاد حاليا تشهد فنزويلا تدهورا في الوضع الاقتصادي بشكل كبير بعد أن كانت غانية جدا وتملك أكبر احتياطات نفطية في العالم ما دفع عشرات الآلاف من المواطنين للهروب إلى الدول المجاورة